السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا عن رؤية البسلة أو البازلاء الخضراء في المنام أولا ما معنى رؤية البازلاء الخضراء في منام العزباء تم تفسير هذه الرؤية على عدة أمور اختلف تبعا لحالة البازلاء في الرؤية إذا كانت تقوم بطهيها في المنام وكان مزقها طيب فهذا قد يكون إشارة إلى قرب ارتباطها بشخص مناسب تعيش معه في سعادة أما إن كانت البازلاء فاسدة فهي إشارة إلى دخولها في كثير من المشاكل في الفترة القادمة وعليها التحلي بالحكمة في معالجة الأمور التي يمكنها التغلب على همومها بأسرع وقت طبخ البازلاء مع اللحوم والأرز في منام العزباء فصره الكثير من علماء تفسير الرؤى على أنه بشرى بقرب زفافها خصوصا إذا كانت هناك بعض الأشخاص الذين يتناولون هذا الطعام في منام العزباء تفسير رؤية البازلاء أو البسلة في منام المتزوجة بالنسبة للمرأة المتزوجة التي طرى في الحلم أنها تقوم بطهي البازلاء فهذا أشار إلى بعض قدوم الخير إليها سواء كان هذا الخير متمثلا في حمل قريب أو مكانة اجتماعية يحصل عليها زوجها يجلب عليهم المال الكثير والرزق الوفير أما إذا كانت تطبخ خضار البازلاء الذي قامت بتجميده من قبل فهي إشارة واضحة على أنها سوف تتغلب على جميع المشاكل في حياتها والتي طالت مدة تعرضها لها فالظلام لا بد له من يوم ينقشع فيه ويحل محله النور أما إذا أتى لها زوجها ببعض البازلاء فقد يكون في هذا دلال على حبه لها ومكانتها في قلبه وقد يتم تأويله أيضا على أنه الخير الذي يدخل على حياتهما الزوجية ويزيد من استقرارها وفسره البعض بأنه إشارة إلى تمتع الزوج بالصحة وطول العمر بإذن الله ولو قامت المرأة بجمع البازلاء في منامها فقد فسره بعض العلماء على أنه إشارة إلى أعمالها الصالحة التي قامت بها في حياتها وأن الله عز وجل سوف يجازيها بالخير مقابل تلك الأعمال وقد يتمثل هذا الجزاء في صلاح حال أبنائها إن كانت تعاني بعض الإرهاق في تربيتهم في تلك الفترة أو شفاءها من مرض كان قد ألم بها تفسير حلم رؤية البازلاء الخضراء في المنام للحامل المرأة الحاملة التي ترى البسلة في المنام يختلف تفسير رؤيها تباعا لحالة البازلاء فإن كانت تازجة دل ذلك على الولادة المتيسرة وقصرة الأبناء الصالحين الذين سوف يرزقها الله بهم وإن كانت مجففة فقد يكون هذا دلالة على بعض المشاكل التي سوف تمر بها في فترة حملها أشار بعض علماء التفسير إلى أن الرؤية تدل على الخير الذي يأتيها قريبا والذي قد يكون وظيفة جديدة أو أمية كانت تتمناها دائما فسوف يحقق الله لها فإن تمنت أن تلد أنسة رزقها الله بها وإن تمنت أن تلد ولدا أعطاه الله الولد الذي يدخل على قلبها الفرح والسعادة رأى البعض أن الحامل لو رأت في منامها البازلاء في بداية حملها كان في ذلك إشارة على أن المولود أنسة أما إن قامت المرأة بطبخها وتوافد عليها الأهل والأقارب لتناولها معها كان في هذا دلالة واضحة على تخلصها من المشاكل التي عانت منها في تلك الفترة أو أنها سوف ترزق بمولود سليم معافى بإذن الله تعالى بعد أن عانت من المشاكل الصحية أثناء الحمل مما دفعها إلى مزيد من القلق والتوتر والخوف على جنينها لكنها في النهاية تتخطى تلك الفترة العصيبة من حياتها وترزق بطفل خالي من الأمراض تفسير رؤية البسلة أو البازلاء في المنام للمطلقة رؤية جمع البازلاء من المزرعة في المنام للمطلقة يدل على الخير الكثير وتحقيق أمنياتها إذا رأت المطلقة أنها تأكل اللحمة مع البازلاء يدل على حصولها على وظيفة مرموقة كما يدل على استقرارها المادي تفسير رؤية البازلاء في المنام للرجل حبات البازلاء الذي يتم تناولها كلما زاد عددها أشار هذا إلى الحصول على المزيد من الرزق سواء كان هذا الرزق عبارة عن أموال يحصل عليها صاحب الرؤية أو كان يعبر عن الحصول على أحد الوظائف أو الترقية إلى مركز مرموك أو كان إشارة إلى أن الله عز وجل سوف يرزق الرائب الزرية الصالحة فكل هذه هي أرزاق يمنح الله العباد وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء